اجتماع هو الأول بين ممثلي هادي وحزب الإصلاح وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في الرياض منذ الدعوة السعودية للطرفين إلى الحوار في السابع من آيار مايو الماضي وبعد أسبوعين من المشاورات والضغوط السعودية لعقد هذا اللقاء بين طرفي اتفاق الرياض في محاولة ليست الأولى لإحياء الاتفاق الميت هذه الاجتماعات لن تفضي شيء ما لم تنعكس إيجابا على حياة المواطن في مدينة سعدن هناك أيضا اختلالات أمنية أنا باعتقاد أن الانتقال ماضي في مشروعه الانفصال في جنوب اليمن وهناك طبخة هادئة يتم طبخها الاجتماع المشترك عقد برئاسة السفير السعودي محمد الجابر وخرج كما قالت وكالة الأنباء السعودية بتأكيد وقف كل أشكال التصعيد واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض والعمل على تمكين الحكومة من العودة إلى عدن يأتي ذلك على وقع تدهور مستمر للخدمات الأساسية في عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية الأخرى في ظل انفلات أمني وتوتر وحشود عسكرية متبادلة بين الطرفين أهداف سعودية تفتيت الجنوب وعدم وجود أي قوة على الساحة اليمنية طبعا محافظات الشمالي الغربية خرجت عن نطاق وصايتها فالجنوب سوف يكون تحت وصايتها عبر أذنابها في الجنوب سواء كان من الشرعية أو من الانتقالية وبينما يقول مراقبون إن السعودية أخفقت في إجبار المجلس الانتقالي على ضمان توفير الأجواء المناسبة لعودة الحكومة ومعالجة أسباب مغادرتها ولسيما تلك المتعلقة بتنازع الصلاحيات وتدخل المجلس في عمل مؤسسات الدولة يؤكد آخرون وجود قرار سعودي غير معلن بتمكين الانتقالي وتشريع وجوده على حساب هادي والإصلاح الاستراتيجية السعودية الإماراتية في إدارة الوضع في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة تحالفهما تبدو واضحة كما يقول مراقبون وتعكس رغبة مشتركة في إبقاء الوضع على ما هو عليه مع الدفع به إلى مزيد من الفوضى المسيطر عليها أحمد عبد الرحمن صنع الميادين ترجمة نانسي قنقر